أمتلك الكثير من المقومات الحقيقية في بلداننا العربية على صعيد العراق ومصر والأردن وفلسطين في بعض الأحيان يكون التفكير داخل الصندوق في حين عندنا مكتسبات مهمة وخاصة الآثار العربية الموجودة في بلداننا على امتداد الحضارات العربية إن كانت من مهد الحضارات من العراق إلى بلد الفراعنة في مصر إلى فلسطين والقدس وهذه الأرث الإسلامي الكبير ومهبط الأديان بالإضافة إلى الأردن وأصحاب الكهف حقيقة كل ما يتواجد في بلداننا العربية هو زاخر بامتداد الحضارات العربية وشراكتنا الحقيقية في هذه الحضارات التي هي حضارة مكملة للأخرى فكثير من المكتسبات المهمة التي يجب علينا اليوم بأخذ الدور الكبير في أن تكون مصدر حقيقي هذا المصدر الذي يعد دخل حقيقي لبلداننا العربية ليس فقط نعتمد على موارد النفط والغاز وما شابه ذلك يجب أن يكون اهتمام حقيقي في آثارنا لبلداننا هذه حقيقية خاصة في العراق في بعض الأحيان نجد في كل محافظة هناك آثار مهمة في كل محافظة يجد لون مختلف عن اللون الآخر يجب الاهتمام بيها في أن نلاحظ المنظمات العالمية تحاول وتبعث بفرق مهمة للتنقيب والبحث عن الآثار وكل هذه الأمور لمعرفتهم بقيمة هذه الحضارات الكبيرة التي قدمت للإنسانية التي شرعت القانون والتي ابتكرت الكتاب والتي كانت هي محبط للأنبياء فإن شاء الله نشاهد من قلال عام 2023 الاهتمام بالمفاصل الآثارية السياحية في بلداننا العربية على صعيد العراق ومصر وفلسطين والأردن تمام يا أحمد والأسباب كانت كتيرة جدا منها الكورونا في السنين الأخيرة واللي عطلتنا كتير عطلتنا في دولنا العربية عطلتنا عن شغلنا وعطلت العالم كله كمان كان في تصدير الغرب لصورة غير صحيحة تماما لدولنا العربية الحلول كمان كانت أكتر علشان كده استضفنا إحنا في بيت للكل الحقيقة حلقات متنوعة مع خبراء ووزراء للسياحة علشان نتحدث عن سياحتنا العربية تعالوا كده أذكركم به هذا التقرير ونعود ونتذكر معكم ما قدمناه في بيت للكل عن السياحة العربية كيف نعلن من فرصة التنافسية ما بيننا وبين دول الغرب وأوروبا ونحن كما ذكرنا قبل الفصل لدينا ما ممكن أن نعتبره مزارا عربيا مفتوحا لجميع العالم نعلق الفرصة التنافسية بأن احنا نبقى بيت للكل البيت للكل عنوان البرنامج هي دي الفرصة التنافسية لما يبقى بيوتنا بيوت للكل هتبقى في فرصة تنافسية مع الغرب وهنبتدي نشتغل شغل قوي جدا وينمي اقتصادياتنا الخطيرة وحد عنده اللي عندنا نفسه ايه ما حدش عنده اللي عندنا يعني معلش يعني خطة حجر صغير قدي كده مكتوب مصماري يحكي قصة رهيبة جدا جدا عن الحضارة العراقية القديمة والحضارة البابلية وهذا الشعب الراقي المتحدد لما نبص نلاقي هنا في مصر عندنا الحطام بتحكي عندنا كل شيء بيحكي عن الحضارة وعن التاريخ وعن التاريخ وعن ازاي وصلوا لهذا العلم الاردن لما نيجي نتفرج ناحة الجبل بهذا الجمال فلسطين اللي في القلب